خلونا بقى نروح لتقرير تقرير من التقرير اللي انا احبها ليه اقولك عشان التقرير ده استعداد لاحتفالات عيد الاضحى المبارك كل سنة وتطيبين وزارة الداخلية بتقول لحضرتك عيد وانبسط وهيص وانت متطمن الخدمات بتاعة الداخلية على الطرق وفي كل حتة عشرة على عشرة يعني زي اللي موجود ولا الناس تبقى مقجزة لا زي اللي موجود ايه دكتر تم تكسيف الخدمات وبالذات على الطرق السريعة طبعا نصيحة مني والناب اللي يخليك وانت سايق بلاش يعني تعمل نفسك مايكل شو ماخر سوء بالقانون بالقانون لسلامتك اولا وسلامة الناس اللي حواليك مش علشان المخالفة على كل خلونا نشوف جهود الداخلية علشان تأمننا جميعا ومكسفة خدمتها اثناء فترة العيد كل سنة وانتو طيبين ونرجع نكمل الكلام اجراءات امنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المرورية على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الاعياد ويشهد طريق اسكندرية مطروح الساحلي اقبالا كبيرا من المواطنين حيث قامت الادارة العامة للمرورة بنشر الخدمات والاكوال الامنية على الطريق لتوفير سبل الامن والامان والسيولة المرورية كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة الكترونية سابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 الى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح ستة حارات كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح أربع حارات إضافة الى إنشاء تسع كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريقة ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسي الى الداعم ومن الداعم الى الرئيسي كل كبري يتكون من أربع مطالع وأربع مخارج لخدمة الاتجاهين قائد المركبة يسلك الكبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية ويكون أمامه أربع اختيارات إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكينات التجارية بتلك المنطقة ويتكون من أربع حارات ويعمل في الاتجاهين ويفصر بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السيرة ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريقة تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريقة توضح السرعات واتجاه السيرة حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسية و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري كل الاستعدادات موجودة وكاميرات وفوق الكبرى تطلع تلاقي زباط وكل الاتجاهات موجودة زباط بسم الله من شاء الله ما كنتش متوقعين احنا الأهالي هنا وعايشين هنا ما كنتش متوقع نحن يبقى طريق المنظر ده طريق صراحة ومجتمع عالي جدا طريق ليه بالبلد وليه بالسحل الشمالي صراحة بالوقت بسم الله ما شاء الله عندنا 70-80 كيلو جنمشون كلهم ستة حرات وفضلش غير الواصلة بتاعت من الضبع الغات مطروح ويبقى الطريق علامي يعني وتهيب وزارة الداخلية لالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين ترجمة نانسي قنقر